يبعد قرار محكمة العدل الدولية اللي بيؤمر إسرائيل إنها تتخذ كل التدابير عشان تحمي الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية ده هتبعته المجلس الأمن الدولي على وجه السرعة وجتارث قال قرارات المحكمة ملزمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة وهو كل ثقة إن كل الأطراف هتم تثل للأمر ده والقرار أمر إسرائيل إنها تخذ تدابير في حدود صلاحيتها فيما يتعلق بالفلسطينيين لمنع ارتكاب أعمال تقع تحت البند التاني من اتفاقية منع الإبادة الجماعية دكتور رياض الملكي وزير خارجية فلسطين عرض خمس خرايط للأراضي المحتلة قدام المحكمة بتوضح حقيقة الاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بدون وجه حق قال تم تجريد الفلسطينيين من حياتهم من أرضهم من مجتمعاتهم تم تجريدهم من تحديد مصورهم وقال على مدار عقود تلتين الشعب الفلسطيني نزحوا أكتر من مرة وتم استبدالهم بإسرائيليين بسبب العنصرية المستمرة اللي بيواجهها الشعب الفلسطيني بدون مبرر الجانب التاني بقى الجانب الإسرائيلي وزير الحرب الإسرائيلي بني جانتس بيحذر أن القوات الإسرائيلية هتوسع عملياتها العسكرية في رفع بالتحدي لكل اللي أنا أقولت لكم دلوقتي ده قال لك هنتوسع حتى لو ما تمش إعادة الرهاءن المحتجزين اللي عند حماس قبل رمضان قال في مؤتمر بتاع رؤساء المؤسسات الأمريكية اليهودية الكبرى في القدس لازم العالم وكمان قادة حماس يعرفه أنه لو ما تمش إعادة الرهائن دي قبل رمضان قبل رمضان القتال هيستمر لحد رفح وهنعمل ده بطريقة تسهل إجلاء المدنيين عشان نقلل الخسائر المدنية وللي قالوا أن التمن هيكون كبير وبعض هقول بوضوح حماس عندها خيارات يستسلموا ويفرجوا عن الرهائن ساعات هيقدر المواطنين في غزة يحتفلوا برمضان وإلا نتانياو في نفس الاجتماع قال إسرائيل قدرت بصفقة التبادل اللي عملتها مع حماس في نوفمبر تخرج 110 محتجز ومنتظر الباقي بإجراءات عسكرية قوية يعني هو عارف أن لولة الهدنة ولولة المفاوضات ما كانوش المية أو عشرة دول روحوا بيوتهم ورغم ذلك بيقولك إحنا مكملين قالك دي كانت مفاوضات صعبة بس بصفقة أو بدون صفقة هنخرجهم ونحقق النصر التام هل فكر نتانياو هل فكر نتانياو في الخسائر اللي هيقدمها قصاد النصر التام اللي بيدعيه ترجمة نانسي قنقر